رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم الدكتور رامي اسماعيل يحييكم وحشتونا جدا والله العظيم وان شاء الله النهاردة هتكون معلومة مفيدة جدا ومهمة جدا يا ليه تركزوا فيها ألا وهي الكوليسترول وسر الكوليسترول وناس قاعدة تقول الكوليسترول النافع وناس تقول الكوليسترول الضار وناس تقول الكوليسترول ده حاجة وحشة جدا وناس تقول لا ده فيه مهمة عايزين نتكلم عنه كده لمدة 3-4 دقايق نعرف الكوليسترول ده قصته ايه اولا الكوليسترول مكون اساسي في حاجات مهمة في الجسم يعني لك ان تتخيل مثلا ان فيتامين ده اللي هو مهم من تكوين العظام هو بيتكون من كوليسترول متشال منه جزئ حاجة اسمها 7-D-Hydro-Colesterol مادة مكونة اصلا من الكوليسترول بتتعرض تحت الجلد للاشعة الفقبة نفسجية تتحول لأكتف فيتامين دي يعني فيتامين ده للنشط اساسه مادة موجودة معها كوليسترول او مادة الكوليسترول خلايا المخ كتير جزء منها كبير جدا من خلايا المخ عشان كده الناس اللي عندها الارتفاع في الكوليسترول نقوله ما تاكلش المخ اللي هو بتاع الخروف والحاجات دي تشويها وتسلقها يعني مش كويس يعني لانه بيحتوي على نسبة كبيرة من الكوليسترول خلايا المخ فيها نسبة كبيرة من الكوليسترول خلايا الاعصاب فيها نسبة كبيرة من الدهون والكوليسترول فيتامينات فيه جزء كبير من الفيتامينات بيدوب بس في الدهون ولو مكلتش دهون الفيتامينات دي ما تمتصش فمهم الدهون والكوليسترول بس المشكلة ان الكوليسترول في الدم مش ماشي لوحده ماشي على كارير او على بروتين ماسكو اسمه ليبو بروتين والبروتينات دي فيه نوعين منها فيه بروتين منخفض الكسافة low وفيه بروتين مرتفع الكسافة high low density ليبو بروتين LDL وhigh density ليبو بروتين اللو دينس تي او البروتين منخفض الكسافة بياخد الكوليسترول يدخله جوه العروق والشرايين يسده او ده اللي مشكلة ده اللي لما يعلى يسد الشرايين والهاي دينس تي ده اللي بياخده من الشرايين يوديه للكبد يستخدم بعد كده واعرف استفيد منه بقى في الفيتامينات واستفيد منه في خلايا المخ والعصاب وفي الوظائف التانية للكوليسترول بيعمله ولكن المشكلة في اللايبو بروتين اللي بيمسك فيه فدلوقتي بقى كل الكلام الطبي مش على الكوليسترول على الLDL او اللو دينس تي لايبو بروتين او الكوليسترول منخفض الكسافة اللي ماسك فيه لايبو بروتين منخفض الكسافة لان ده اللي بيدر الشرايين كل ما يزيد مش كويس على العكس الكوليسترول منرتفع الكسافة الHDL كل ما يزيد كويس وما فيش دوة بيزود الHDL بالمناسبة فيه دوة كده لقوه مرس منايسن بيزود شوية الHDL بس لقوه ليه اضرار تانية ومشاكل تانية وزي ما تقول اعراض جانبية كتير قوي فتلغى بس الHDL يزيد بالرياضة منع التدخين الاكل الصحي اكل زيوت نباتية زيت المش عارف الدرة زيت عباد الشمس زيت الزتون زيت الجوز الهند زيت بزرق كتان اللي هو الزيت الحار اتمشى كتير اخس ابطل دخان اكل خضر وصلطة وفكهة اقلل الدهون المشبعة والحاجات والسكريات لانها بتتحول لدهون بعد كده خلي بالكم السكريات اخطر كمان من السمنة والدهون فابعد عن الحاجات دي فلو الHDL يعني انك ما فيش دوة يعليه لكن فيه ادوية توطي الHDL اللي هي ادوية الكوليسترول الاتور فاستاتن والرزو فاستاتن الاتور والليبيتور والكوليستور والزكور والادوية دي كلها لا ان الادوية دي مهمة جدا 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 وحصل تساؤل هو انا قدي لمين ادوية الكوليسترول قالك لاربع اصناف من البشر واحد عنده الكوليسترول عالي جدا 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 فوق التلتمية الكوليسترول التوتل او الLDL عالي جدا احنا ما بقناش نبص في التحليل عالكوليسترول فيه LDL وفيه HDL وفيه Trigeless Ride بقنا نبص على LDL اكتر وطلع حاجة جديدة اسمها ايه هو مين اللي نافع في كل دول الكويس الHDL طب يبقى حاجة اسمها HDL وحاجة اسمها Non HDL يعني الHDL واللي مش HDL طب اجيبه ازاي اللي مش HDL ده اجيب الكوليسترول كله مكتوب فوق 200 مثلا واطرح منه الHDL طب مفروض يبقى كام مفروض ما يزيتش 30 نمرة عن اعلى رقم انا عايزه في الدهون طب ومفروض ان الدهون ما تزيتش عن كام الدهون الضرة الوحشة اللي ممكن تأزيني قالك ما تزيتش عن 100 والافضل لو تنزل لل 70 وانت نازل والافضل لو تنزل حتى لل 50 وانت نازل اللي هو ال LDL طب لو لقيتها بقى 120 ومية و30 ومية و50 ومتين يا ربي اهو ده اللي خطر ولازم ياخد دواء مين تاني ياخد دواء كوليسترول اللي جاله قبل كده مصيبة في القلب جاله جلطة في القلب جلطة في المخ كوليسترول سد عرق من العروق مين تاني ياخد دواء كوليسترول مريض السكر بغض النظر الكوليسترول كام طبعا كل ما يبقى عالي كل ما يبقى أخطر بس كونه عنده سكر يبقى لازم ياخد دواء كوليسترول شوف دي مهمة ازاي ويكون طبعا فوق سن الـ 18 وكل ما يزيد معاه عوامل تانية كوليسترول مع سكر مع ضغط مع دهون تريجل سرايد عالية مع تدخين مع عامل وراسي اهو ده اللي ممكن لقدر اللي يحصل له مصيبة بسبب الكوليسترول الضار طب امتى نوقف دواء الكوليسترول تسأل السؤال ده في مؤتمر كنت فيه مبارح ويبنار كده على النت فقعدنا نتناقش في الأمر ده قالك انت ما تسمهوش يعني واحد ايه كوليستروله عالي وبعد كده جالك بعدها بشهر لقيتك كوليسترول نزل تقوله يلا بطل الدواء للأسف احنا غلطانين لانه ماسموش دواء كوليسترول زي دواء الضغط كده ماسموش دواء تخفيض الضغط الدواء الضغط تزبط سيبه لا ما انت لو سيبته الضغط هيعلى تاني هو انت بتاخد الدواء بتاعك كوليسترول عشان يمنع حدوث جالطة جالطة في القلب لا انها ممكن تنقص العمر 9 سنين جالطة في المخ تنقص العمر 12 سنة يعني يحصل مضاعفاته وتعيش بكواليتي اقل وممكن يحصل وفيات مبكرة فانت بتاخد دواء بيوفرلك سنين من حياتك عن طريق انه يمنع مصايب فما ينفعش يتبط الا اذا كنت بتاخده وانت ما جالكش حاجة قبل كده لانه بيتاخد في حالتين primary اولي secondary سنوي primary prevention او يعني وقاية اولية واحد ما حصلوش حاجة قبل كده خالص فبديلو دواء كوليسترول بس يعني عنده مشاكل تانية ممكن نخاف منها وزنه زيادة الكرش زيادة خلي بالك الوزن زيادة في الكرش هو الاخطر ما بيلعبش رياضة بيأكل كتير بيرجع من الشغل متأخر ويأكل وينام اهو ده اللي نخاف منه على الكوليسترول بس لسه ما جالوش حاجة وسنوي يعني جالوا مشكلة مصيبة جلطة ركب دعامة جالوا لقدر الله جلطة في المخ ده اللي ما ينفعش اقوله بطلو لكن الاولاني ممكن اقوله بطلو لو جيوا قالوا انا اسف سمحت والنبي انا ما جاليش جلطة ولا حاجة وانت بتدهوني وقاية عشان انا وزني زيادة وباشرب دخان واضخين وعندي كرش وما بامشيش وباكل اكل غلط او مش هيتبره منهم في حاجات ينفع تتغير ابو يا امي خلاص عندهم القلبة دي عامل وراسي لكن انا باكل كتير مش هيكل هخس من وزني همشي كتير هاخد زيوت النباتية المفيدة زي زيت جوز الهند وزيت بزر الكتان اللي قلنا عليهم هاخد ادوية وفي حاجات طلعة طبيعية زي اللي بتكلم عنها في الحلقات دي ولقوا انها موجودة في الارض من سنين وبتساعد انها تنزل الكوليسترول والدهون زي الاوميجاسري ودي موجودة في بعض المركبات المفيدة زي مادة اسمها القافة ودي مهمة جدا 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 للحفاظ اصلا على الخلايا القلب والحفاظ على الخلايا الجزعية وتنشطها في بعض الحالات اللي زي كده بتفيد جدا جدا فساعتها بقى ممكن اقول له طيب بطل الدواء بتاع الكوليسترول لو انت هتخس وتبطل دخان وتلتزم على الصعيد الاخر واحد خارب الدنيا ومديله دواء الكوليسترول ومش عايز يبطل كل المصايب دي وبعد شهر شهرين بتحل الكوليسترول لقيته مازال عالي اكتر حاجة تفكر فيها مش انه الدواء ضعيف او عايزة غير الدواء لا فكر في انه ممكن يكون ما بياخدوش اصلا ودي كانت جزء من المؤتمر برضو اللي تكلمنا فيه حاجة اسمها الكمبلاينس او يعني ان العيان ما عندوش ادهرنس للدواء مش ماسك بايده واسنانه في الدواء ولما العلبة تخلص يشتري علبة تانية لا يعني نكبر دماغه دي تخلي الكوليسترول يعلى ودي مش مش كويسة جدا واللي يخوف بقى ان الكوليسترول ينزل بس الدهون السلسية لسه عالية بعض العلماء بتقولك ادي دول الكوليسترول غالبا هينزلوا الاتنين الLDL والكوليسترول والترايجلسرايد الدهون السلسية طب لو ادي دي نزلت والترايجلسرايد مش عايزة تنزل ساعتها ممكن ادي بقى مادة اسمها فينو فيبريت او اللي بيسموها في بعض الدول اللي بنتيل وده ينفع يتاخد مع دول الكوليسترول لان مش كل ادوية الترايجلسرايد ينفع تتاخد معدوة الكوليسترول بس ده ينفع يتاخد وينزلوا الاتنين مع بعض او يتاخد الاميجا سري في بعض الحالات او ساعات يتاخد التلاتة او تتاخد المواد الطبيعية زي اللي انا هتكلم عنها في حالقات تانية جاية ان شاء الله اتمنى تكونوا فهمتوا الكوليسترول ويعني ايه الكوليسترول الضر والكوليسترول النافع وازاي يزود ده وازاي ينقص ده وده بيدر ازاي والارقام بتاعتهم الـ HDL او اللايبو بروتين اللي بيمسك في الكوليسترول ويشيله من الشرايين اللي هو بنسميه يعني مجازاً الكوليسترول النافع او منرتفع الكسافة كل ما يزيد فوق الـ 40-45-50 يبقى ممتاز الـ LDL كل ما ينزل تحت الـ 70 وفي بعض الدراسات بيقوله تحت الـ 50 يبقى ممتاز فاحنا هدفنا نرفع الـ HDL ونقلل الـ LDL او الدهون الضرة واتريجلسرايد عن المستوى الخطر وانت لو عملت حتى تحليل دهون هتلاقي مكتوب المستوى الطبيعي من كذا لكذا كده يبقى خطر كده يبقى خطر اوي كده يبقى خطر اوي 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 وكده يبقى امان في الدهون الضرة وفي الدهون النفعة كل ما تزيد مصلحة فهي كده كده بتبقى ازيت في السيدات عن الرجالة لان الهرمونات الانسوية بتزودها مصلحة في كل حاجات فنبعد عن التدخين نمشي برياضة كل يوم نقلل الوزن ما ناكلش والنام نقلل التوتر ناكل اكل صحي نخافظ عصاق الفجر وناخد الحاجات الطبيعية زي المواد اللي بتحتوي على الامي جسري وهسيب تليفوناتي موجودة لو حد حبي ياخد معلومة او يستشرني في اي حاجة وان شاء الله بإذن الله يكون لنا حلقات متتالية قادمة كان معكم الدكتور رامي اسماعيل يحييكم تحيات مليكم علش معلومات كتير اوه بس يظن تكونوا استفدتوا بريد تشعروا الحلقة دي وتستفيدوا منها وتفيدوا غيركم في رعاية الله